بسبب الظروف الراهنة وحرصا على توفير تلبية سريعة لنداءات المواطنين من قبل السلطة الإطفاء والإنقاذ في حال نشوب حرائق أو غيرها قام كايد ظاهر مستشار قائد الإطفاء والإنقاذ بزيارة رؤساء المجالس المحلية في وادي عارة والمثلث لبحث سبول التعاون المشترك بين الطرفين الإطفاء والإنقاذ هو جزء مهم جدا بكل ما يتعلق بحالة الطوارئ ونحن طبعا على تواصل وأنا أيضا كممثل للمجتمع العربي في سلطة الإطفاء والإنقاذ نحن على تواصل وعلى اجتماعات لا شك نحن معروفين البلاد والمنطقة تعيش بأوضاع ليست بالهينة أوضاع حرب وحالة حرب منذ سبع عشرة وأعتقد بأن جهوزية الإطفاء والإنقاذ يجب أن تكون دائما على مدار 24 ساعة وهذا ما يحدث عدا أيضا ممكن أن تكون حرائق نتيجة سقوط قضائف ممكن أن تكون حرائق نتيجة أوضاع حالة الطقس يعني اليوم حالة الطقس ليست بالهينة في السنوات الأخيرة وفي مجلس عرعرة التقى ظاهر الدكتور نزار عقل حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع على مواصلة العمل الدؤوب لإقامة محطة للإطفاء في البلدة بهدف الرد السريع في حالة وقوع حادث يتطلب تدخل رجال الإطفاء في البلدة والمنطقة المحيطة بها كما تم الاتفاق على تعزيز الوعي والإرشاد بين شرائح المواطنين من خلال فعاليات مشتركة في المدارس والجمعيات النسائية إلى جانب مشاركة الإطفاء والإنقاذ في اجتماعات الطوارئ التي تعقد في المجلس في حالة الطوارئ لازم يكون لدينا طاقم خاص تكون لدينا محطة التي تلبي أي طلب طارئ بخلال زمن قصير لأن هذا الأشي قد يؤدي إلى فقدان حياة أو فقدان في الأملاك اللي احنا بيغني عنها لما بيكون في عنا محطة في نطاق نفوذ عارة وعرعرة فبيكون الاستجابة لأي حال طارئة بتكون فورية جدير بالذكر أنه عقدت جلسات أيضا بمشاركة مسؤولي المجلس المحلية وتم فيها بحث سبل تأهيل وحدة متطوعين وتزويدهم بسيارات إطفاء ضمن الخطة الخماسية المعتمدة من قبل السلطة التطوير الاقتصادي في وزارة الموساوات الاجتماعية